وصفت طهران قيام السلطات العراقية بإبعاد المعارضة الكردية الإيرانية عن الحدود بين إيران والعراق بأنها خطوة غير كافية وقال محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية خلال استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمر في طهران بأن بلاده تتوقع من العراق أن يقوم بنزع سلاح الجماعات المعادية للنظام بشكل كامل ووصف باقري الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العراقية بأنها جيدة وفي الوقت نفسه غير كافية مبينا أن نقل مجموعات المعارضة إلى مناطق بعيدة عن حدود إيران أمر يستحق الثناء لكن طهران توقعت نزع سلاحها بالكامل وفقا للاتفاق وشدد على ضرورة أن تحل هذه القضية بشكل نهائي كي لا تبقى قوات إيرانية كبيرة متمركزة قرب الحدود بين البلدين ترجمة نانسي قنقر